الشيخ بطرس حرب في بداية عملك الوزاري صرحت عن أملاكك طبعاً وهذا كان أمر لافت بالحياة التجربة السياسية اللبنانية الوقت اللي تعياني سنت الواحدة وتسعين وزير بالصدفة اكتشفت إنه فيه قانون ما حدا عم ينفذه في لبنان فيه قانون الإسرائيل المشروع من أين لك هذا اسمه اسمه الدارج بيفرض على كل واحد من يتولى خدمة عامة إنه يصرح عن ممتلكاته ويودع التصريح في مكان ما بدون ما يتحدد المكان كنت قاله وزير تربية هذا جيت أولاً صرحت عن ممتلكاتي الشخصية وفرطت على كل الموظفين بوزارة التربية مع عدد المعلمين لأنه يصرح وطلعت لمجلس وزراء قلت لهم يا أخوان في هذا القانون طالع وما حدا عم يطبوا أنا صرحت وأنا بتمنى على مجلس وزراء كل أعضاء وبدأ من رئيس جمهورية اللي يسلكوا من الوزراء يصرحوا وقال لا أنا بدي أستغل بالفعل صرحوا كلهم طبعاً هذا القانون منوش عجيبي ومنو المهم أنه كما بيقوله المبادرة لأن هذا القانون حتى اليوم بعده قانون ليس فاعلاً يعني بتصرح اليوم بتحطه مغلف مسكر بتوضعه ببصرة في لبنان وبالتالي بتحطه بالسندوق الحديدي محل ما بيحطه الأموال والدهب وبالتالي ما حدا بيفتحه إلا إذا حدا تدعى حاول تطوره أنا وقت كنت نائب قدمت اقتراح قانون اللي تطويره بمعنى أنه يصير في إمكانية تحقيق بالموضوع أنا بتصرح وقت اللي بتبتدي بتصرح وقت اللي بتبتهي من مهمته إلا أنه الحقيقة بكل أسف أنا زيك كان في موجي لمحاربة الاقتراح تبعي أقر بمجلس النواب اقتراحي بس معدلاً وفرغون مضمون وبعده لا يزال حتى اليوم هيك وأنا أكتر مرة طلبت أنه هذا القانون لا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة إذا بقي قدمه بده يتعدل وأنا برأي بفرنسا في تجربة جيدة أنشأوا رجل التحقيق هي تحقيق خاصة لهذا الموضوع بتتقدم الشكاوى لأله ومش مثل لبنان لبنان القانون اللي عملوه اللي بده يشتكي بده يحط عشرين مليون ليرة وبالتالي إذا ما طلع حقه ما قادر سبت بيدفع ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ليرة للمدة عليه كتعويض طب هذا بيمنع أي مواطن خصوصا المواطن الممع ومصاري بيمنع أي مواطن أنه يتقدم بشكله طبعاً الوقت تحطوها المجلس بأنه بحجة أنه يصير فيه نوع من التنكيل بالسياسيين بس أنه هذه طبعاً حجة واهية لأنه مش مفروض أنه التحقيقات بحال صارت تصير علنية بتلعمل سرية وإذا تبين أنه مش جدية بوقتها بتلحفظ القضية وإذا تبين جدية بوقتها تعلن بتروح بحاكم عادية فهذا الخطوة الحقيقة اللي عملتها هنا وأثارت طبعاً بعض الزعل من بعض الزملاء المعتبرين أنه أهم القانون ومش الحال القضية الأخرى اللي أثارت جدل كبير هي قضية اقتراحك بالقانون الخاص بمنع بيع الأراضي بالمناطق المهجرة في فترة معينية كانوا المسيحيين تهجروا من مناطق الجبل بصورة خاصة وكان في رغبي عند بعض الطوائف الأخرى ما زال الأراضي فاضي والمسيحي اللي تهجر فائد بده مصاري أنه بشتري له أراضيه بالسعر الملازم وبالتالي بيمشي الحال هذا بنظري كان أنازاك بشكل نوع جريمي بالوحدة الوطنية اللبنانية يعني عملية تهجير تكريس التهجير وبالتالي اعتبرت أنه لا لازم نحافظ على الملكيات المسيحية في المناطق المختلطة تيضل في وحدة وطنية يعيشوا مع بعض الناس تقدمت أنازاك باقتراح القانون أنه لخمسة عشر سنة نمنع البيع بين طواقف مختلفة فين يبيع من المسيحي المسيحي من المسلم المسلم بس ما فين يبيع من المسلم المسيحي أو المسيح المسلم طبعا قامت القيمة بوقتها واتهموني أني أنا إيزالي وأني أنا أحاول قصة من الناس ضد حقوق الإنسان ضد حقوق الإنسان والآخرية طبعا لوات صارت انفجار بيروت الأخير هذا الفجار اللي دمر بيروت موسيقى أكثر أبيتقدموا الأقتراحات بالقوى اللي بوقتها هجمتني أنه تعاولا نمنع ابو هلا أنه الأصحاب الأملاك اللي اتدمرت بيروت أنه تنبيع لطائفة أخرى أو منعوا البيع نهائيا وهذه طبعا هلا صارت مجازة لأن القوى السياسية هجمتني بوقتها لأنني أنا تندمت فيه والقوى السياسية كانت تعتبرني بصف المعارضة أنا ذاك القوى السياسية متحكمة بالمهور أنا ذاك حرابتني بوقتها وما خلي تيدرطي رح يمشي